ومن بيروت تنضم إلينا مراسلة الغد كلودي أبي حرنا كلودي هذا الخطاب الذي انتظره اللبنانيون كيف تفاعلوا مع ما جاء فيه في الواقع في هذا الخطاب يطرح رئيس الجمهورية العديد من الأسئلة التي يطرحها اللبنانيون يوميا ولكن من دون تقديم أجوبة إذ يبدو أن الرئيس اللبناني يريد للحكومة الجديدة المفترضة أن تعمل هي على تقديم هذه الأجوبة المطروحة على كل الملفات ملفات الفساد والهدر والملفات غير المنجزة حتى الآن على هذه الحكومة الجديدة هي أن تقدم كل هذه الحلول وأعاد التذكير بأمر سابق يكرره كما يكرره التيار الوطني الحر بأن ليس في يديه سلطة التشريع وليس في يديه سلطة التنفيذ لذا هو يعمد إلى أطلاق هذه المواقف في أي حال بدأ رئيس الجمهورية غير مرتاح لمسار الأوضاع في لبنان وبأن التكليف في حال حصل يوم غد هو ليس موافقا بشكل كامل على حصول هذا التكليف لأنه وجه انتقادات مبطنة للرئيس المكل الذي مرشح الوحيد للتكليف هو الرئيس سعد الحريري كيف تفاعل اللبنانيون؟ اللبنانيون كانوا ينتظرون في شكل أولي أن يتم التأكيد لحصول هذه الاستشارات يوم غد وبأنها لن تخضع لتأجيل جديد هذا أولا من الناحية الثانية بالنسبة إلى أوساط تيار المستقبل تحدثت إلى عدد من النواب قالوا أنهم لا يريدون الرد على رئيس الجمهورية لأن البلد لا يحتمل المزيد من التشنجات ينتظرون حصول الاستشارات يوم غد وبناء عليه تطلق المواقف الجديدة وإذا ما تم تكليف الرئيس سعد الحريري سوف يكون له موقف من القصر الجمهوري كرئيس مكلف بتشكيل الحكومة أيضا أوساط الحزب التقدمي أكدت أنها ستسمي الرئيس الحريري كذلك بالنسبة إلى أوساط حركة أمل في حين أنه من المعلوم أن كتلة القوات اللبنانية لن تسمي الحريري وكذلك التيار الوطني الحر الرئيس الحريري سيحصل أيضا على أصوات تيار المردة وأيضا على أصوات عدد من المستقلين وربما كتلة نواب الأرمن أما بالنسبة إلى اللبنانيين لأتابع الجواب على السؤال هم ينتظرون أيضا التأليف إذا ما كان سيكون سهلا الأجواء لا تشير إلى ذلك إنما تبدو العرقيل منذ الآن ومن كلمة رئيس الجمهورية ماثلة أمام الرئيس المكلف ما يعني أن مهمة تأليف الحكومة لن تكون سهلة شكرا جزيلا لك زميلتنا من بيروت كلودي أبي حنى على كل هذه المعلومات شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك